موسيقى فهو حقق مع الأحمر العديد من الألقاب تغنت الجماهير باسمه كثيرة أحمد بلال كان بدايته مع منتخب الشباب في كأس إفريقيا للناشئين ببوتسوانا ثم شارك في كأس العالم للناشئين بالطاهرة عام 1997 والتي كتبت تاريخه الكروي من بعدها لفت الأنظار فتم تصعيده عام 1999 لتشهد أول أهدافه مع الأحمر مباراة شوتينج ستارز النيجيري في البطولة الإفريقية منذ تلك اللحظة توقع الجميع بزوغ نجم بلال الذي لقبته الجماهير فيما بعد بجلاد الحراس فهو كان مرعبا لحراس المرمى من خلال خطورته أمام مرمى المنافسين وتميزه بضربات الرأس بالإضافة إلى مراوضاته وقدرته على تخط المدافعين الذين فشلوا في إقاف خطورة بلال حتى وصل لخمسة وخمسين هدف في مباراة الدوري مع الأهلي بخلاف أهدافه في كأس مصر والبطولات الإفريقية فهو حصل على لقب هداف الدوري موسم 2002-2003 برصيد 19 هدف وكان مهاجم الأهل الأول في هذه الفترة بلال خاض تجربة احتراف قصيرة في تركيا عدى بعدها ليستكمل مسيرته مع القلعة الحمراء استمر عدة مواسم قبل انتهاء مسيرته مع القلعة الحمراء وكان معشوقا للجماهير الحمراء بلال شارك في المباراة التاريخية التي حقق فيها الأهلي فوزا كبيرا بسداسية مقابل هدف وحيد والتي لم ولن تنساها جماهير القلعة الحمراء عندما فاز الأهلي على الزمالك أحمد كوال جلاد الحراس أحمد بلال